قبل أن نمر إلى الموضوع مهم أساسي أيضا هناك مظاهرات واحتجاجات جزائريين في ساحة الجمهورية فيما أعتقد في باريس يوم 30 أكتوبر تمجيدا وتخليدا لأول نوفمبر العظيم وأيضا هذه المظاهرات عندما تقام في عاصمة القوى الاستعمارية السابقة قوى الاحتلال السابقة فهذه لها أبعاد كثيرة أن تمسك شعب الجزائري بأول نوفمبر تمسك عميق وأن حراك شعب الجزائري اليوم هو امتداد لتلك الثورة الشعبية التي أسقطت الجزائر الفرنسية في الجزائر التي أسقطت الغزو الإجرامي في الجزائر فإن شاء الله يكون هناك أعداد معتبرة بهذه المناسبة هي للحراك ولنوفمبر في نفس الوقت وأيضا فيه ندوة ينظمها أخوانكم يوم السبت يحضرها بعض إخواننا نظر الأخ مرد هنا سيحضرها والأخت ياسمينة كريمة الأخت آسيا كشود وأخرين ما عنديش أسماء الأخ بن عيسى أخرين أسماء كثيرة مش عندي الأسماء كاملة سننشرها في الصفحات في وقتها إذن هي هذه يوم السبت أيضا أنه طلب مني أنا أذكر ذلك وطبعا الاحتجاجات المقررة في مادريد ستكون يوم 11 نوفمبر ولماذا تم اختيار يوم 11 نوفمبر؟ لأن 11 نوفمبر هو يوم فري هو يوم الناس ما يشتغلوش فيه في بعض البلدان الأوروبية فرنسا مثلا يسمى باللارميستيس نهاية الحرب العالمية الأولى كانت في 11 نوفمبر 1918 وبالتالي في بعض البلدان خاصة فرنسا اللي كانت هزيمة هزيمة نكراء في الحرب العالمية الأولى لو لا تدخل الأمريكيين فهما عندهم يوم فري بينما في إسبانيا لأن إسبانيا ما عندهاش يوم فري في هذا اليوم وبالتالي راح يسهل مجيء كثير من الجزائريين من أوروبا وين يشتغلوا لأنه النهار هذا كمشتع شغل ويسهل لهم الوصول إلى إسبانيا أن يكون يوم شغل لماذا يكون يوم شغل؟ لأن المظاهرة راح تكون إما أمام مقر الحكومة أو مقر وزارة الدفاع عفوا وزارة الداخلية فيما فهمت من إخواننا المنظمين فمليح باش الناس يحضروا نفسهم من الآن في السفر إلى مادريد لحضور هذه المظاهرات وهي ضد ما قدمت عليه إسبانيا الحكومة الإسبانية ضد إبراهيم الإعلامي ومحمد عبد الله اثنين من أحرار البلاد ومن رموز الحراك الشعبي وإن كان كل إخواننا الذين يوجدون في السجون أو هم تحت الرقابة القضائية أو الضغط أو كلهم أحرار لماذا هذا التركيز على هذه الإسمين؟ لأنه عنده فيه البعد الدولي تواطئ دولة اختراقها لقوانينها الداخلية والأوروبية والدولية وتعاهداتها مع هذه العصابة من أجل أن تأخذ مصالحنا وتسلم أحرار البلاد بينما أصحاب شكارة اللي جايين لإسبانيا بشكارة وهم بالآلاف بما فيهم جنيرالات بما فيهم وزراء بما فيهم أسر أحمد أويحيا وأشباهه بما فيهم نزار وابنه نزار عنده أموال هائلة في إسبانيا خاصة برسلونة وملاك هؤلاء طبعاً ما يتسلموش بل بالعكس إسبانيا فتحت أجوائها لطائرة رئاسية لنقل خالد نزار من إسبانيا كان محكوم عليه كما تعرفون بعشرين سنة سجن هو أدخل بطائرة رئاسية وبالإزونير ميليتير بالتحذيرات العسكرية والترمبيطة إلى آخرها للأسف إسبانيا سيكتب التاريخ أن الحكومة التي كانت متواجدة في هذه الفترة تواطعت مع عصابات إجرامية وسلمت أحرار للعصابات الإجرامية وبذلك اخترقت خوانينها وأيضاً كانت تقبل أو تغض الطرف على الأقل من دخول ملايير الدولارات واليرووات سنوياً إلى إسبانيا وهي أموال مهربة من قوت الشعب الجزائري من رزق الشعب الجزائري إذن ف إخواني المنظمين يقولون أنها ستكون يوم 11 نوفمبر في مدرس ترجمة نانسي قنقر